السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين أهلا ومرحبا بكم يسعدنا أن نقدم لكم أهم الأخبار الحصرية عن زيادات الرواتب ومواعيد الصرف وكل ما يخص المتقاعدين بالعراق قبل الحديث عن موضوعنا اليوم برجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد ولمعلومات أكثر وتفاصيل أدق حول المتقاعدين برجاء الدخول على الرابط المثبت أسفل الفيديو في الوصف فيادة مرتقبة بقيمة 100 ألف دينار لرواتب المتقاعدين إجراءات حكومية لتحسين وضعهم المالي أعلن النائب الأول رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري عن خطوة مهمة تهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين في العراق وفي تصريحات للوكالة الرسمية كشف الجبوري عن زيادة مرتقبة في رواتب الدرجات الدنيا للمتقاعدين بمقدار 100 ألف دينار عراقي وآخرا أحبائي نرجو أنكم قد أفدناكم ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو حصري وجديد من أخبار المتقاعدين بالعراق والوطن العربي أجمع